خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في 2019 قدرت بنحو مليارين واربعمائة مليون دولار وهي لم تختلف كثيرا عن حجم التمويل المطلوب في العام الماضي بسبب استمرار التداعيات الاقتصادية لاستضافة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف سوري منذ بدء الأزمة قبل ثماني سنوات وضعف التزام المجتمع الدولي بالخطط السابقة بحسب تقرير أولي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي حول احتياجات الأردن التمويلية بعد أكثر من ثماني سنوات ما تزال الأزمة السورية تشكل ضغوطا على الاقتصاد الأردني وبنيته التحتية ومختلف القطاعات خاصة في المجتمعات المصادفة للاجئين حيث قدرت الحكومة التكلفة المباشرة بحوالي 11 مليار دولار الأردن منذ العام 2011 استقبل أكثر من مليون وثلاثمائة ألف سوري منهم أكثر من ستمائة وواحد وسبعين مسجلين لاجئين ويعيش في المخيمات 126 ألفا منهم الباقي استقر في المناطق الحضرية والريفية خاصة في المحافظات الشمالية أو في ظل التغيرات في الأوضاع في سوريا قدر الأردن احتياجاته في خطته الجديدة للتعامل مع الأزمة السورية لسنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات كما كان بالسابق حيث قدر احتياجاته في العام الحالي بحجم مليارين وأربعمائة مليون دولار موزعة على 998 مليون دولار لدعم الموازنة ونحو 703 مليون دولار لدعم اللاجئين ومبلغ 699 مليون دولار لدعم المجتمعات المصطدفة الدعم الذي حصل عليه الأردن من المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة كان أقل من احتياجاته للتعامل مع متطلبات اللاجئين والمجتمعات المحلية المصطدفة حيث حصل الأردن في العام 2018 على مليار دولار تقريبا من إجمال احتياجاته والتي بلغت مليارين واربعمائة وثلاثة وثمانين مليون دولار بنسبة التزام قدرها 42.13% وهي أقل من ما التزم به في العام 2017 حيث حصل الأردن على مليار وسبعمائة مليون دولار من أصل مليارين وستمائة وخمسين مليون دولار أي بنسبة التزام قدرها 64.85% ومع تغير الأوضاع في سوريا يؤكد الأردن أن احتياجاته التمولية لهذا العام لم تتغير كثيرا للتعامل مع خطة الاستجابة للأزمة السورية في ظل التبعات الاقتصادية التي واجهها خلال الأزمة من تراجع نمو إجمال الناتج المحلي بنسبة 71% خلال الأزمة وارتفاع العجز في الميزان الزجاري بنسبة 83% علاوة على ارتفاع معدل البطالة سنويا خلال الأزمة بنسبة 15% مقارنة في سبع سنوات ما قبل الأزمة